اذا عندك طموح انك انت تبني ثروة او انك تحقق او تجدي اموال طائلة في حياتك سواء عن طريق ان يكون عندك شغلك او عملك الخاص او شركتك الخاصة او سواء عن طريق انك انت تكون تقبض رواتب او عمولات عالية من شركة معينة لازم تفهم القاعدة بالدرجة الاولى العملية والاساسية لجني الاموال بالحياة احبستطلك ايها اليوم اذا بطلع على اي مجال مجال الديكور او العقار او السيارات الناس بتدفع اعلى تمن واعلى مبالغ لافضل مزودين بالخدمات او المنتجات المعين يعني اليوم بمجال الديكور بتروحها لافضل شخص في مجال الديكور في سوق معين او في بلد معين بتلاقيه هو بيقبض اكتر شي واسعاره اعلى اسعار ليش؟ لانه هو عنده الخبرة الكبيرة بهذا المجال فانت اليوم خلي اعطيك نصيحة تطبيقية وعملية انت اليوم اذا بدك يكون عندك الخبرة وبديام من الصفر لازم تدور على الشركة بتزودك بهاي المعلومات وبالتدريب سواء الشركة عنده مراكز تدريب او سواء الشركة صاحبها او القيادة فيها او مديرك في هاي الشركة عنده الخبرة اللي انت تطمح انك انت تتعلمها منهم بنفس الوقت الشركة لازم تزودك بالبلاتفورم زودك بمكان العمل وبيئة العمل اللي بتخولك تطبق المعلومات اللي انت تعلمتها هلا بس انت تعلمت واتطبقت عمليا للمعلومات اللي تعلمتها حيكون عندك الخبرة اللي بتخولك انك انت تكون افضل شخص وانك انت تربح وانك تشرج اعلى الاسعار ويكون في عندك بزنس وتبروسفر in life طبعا هي قاعدة بسيطة جدا ولكن قاعدة حكية وقولها في الكلام اسهل بكتير من تطبيقها لانك لتكون الافضل لازم تعمل اكتر شي هذا الموضوع ان والله انا بدي اشتغل بذكاء ما بدي اشتغل بتعب حالي طول حياتي هذا انا شي ما بأمن فيه لان انا بتخيل ما في حدا بفيق الصبح بيقول انا بدي اشتغل اليوم بذكاء وبعد بكرة بذكاء بس اللي بعده بدي اشتغل بغباء كل يوم كل هاتنا من فيق الصبح نشوف شو الله عاطينا اكتر شي قدرة وذكاء وقدرة عملية على فهم الامور ونشتغل يعني موضوع انك انت تشتغل بذكاء ما هو موضوع ان انت عم تاخد قرار فيه ولكن الموضوع اللي بتاخد قرار فيه هو الجهد والبرسستنسي كم عدد الساعات اللي عم تحطه باليوم وشو هي الكواليتي شو هي نوعية هالساعات من العمل اللي انت عم تحطه كل يوم يعني انت كل يوم تيجي عالشغل لازم يكون هدفك انأت كم بدك تتعلم بهذا اليوم وكم بدك تطبق وكم بدك تمارس وكم من الخبرات حتكتسب بهذا اليوم وكل 3-4 ساعات من كل يوم بحياتك بالعمل لازم تشوف تطلع لورة 3-4 ساعات تشوف أنا شو تعلمت اليوم شو كتسبت اليوم شاء أنت تتأكد أنك أنت يتنمو وأنك أنت عم تنمو يوم بعد يوم بالحياة ومثل ما تلكم قاعدة بسيطة وسهلة الفهم وأنا أعتقد أن كل قواعد النجاح بالحياة هي قواعد جدا جدا بسيطة يعني هل من المعقد أنك أنت تفهم لما بقول لك أنا أنه ما تستسلم شغلة بسيطة بس معظم الناس طبعا تستسلم أو بتقابل شوية مصاعب وبعدين they give up وهذا هو الفرق بين الناجح والغير الناجح وبالتوفيق للجميع